اشتركوا في القناة اقدروا هفتح الباب السري طيب باختصار يا شباب انكم تروحون عند الباب السري راح تبدون ميشن الوبرائشن سرف وبعد ما تدخلون الميشن راح توصلون الين عند منطقة الفضاء اللي هي اخر شي خلاص نطنط حقة الفضاء وكل شي لما تحطون المود حقكم تدخلون المنطقة هذه راح يرصب من نفس البوس اللي ضربنا معه اول حلوين مجرد انكم تدبحون البوس في هذه المنطقة هنا انا اقدر اقول لكم خلاص البوابة في هذه الغرفة على طول فلا تستعجرون تروحون قدام البوابه في هذه الغرفة مره لا تستعجرون حلوين فكل اللي عليكم الحين يا شباب راح اخليكم مع المقطع ولكن بس راح اشرح لكم نقطة مر بسيطة يا شباب الباب ما حين فتح له انتم مجمعين الخمسين قطعة كاملة بالاضافة انه احنا من نسب لنا لان احنا شارعين اوبغريد واحد اللي هو بس انو مدينا نفتح اللي هي البيبان اللي بارقام سرية ولكن ما نقدر نعدي الليزارات فطريقة انو كيف راح تعدون الليزارات وريدكم يا في المقطع اللي فات بالسيف اللي انا كنت قاعدة استخدمه راح اجي بزاوية راح استنى السيف يسوي تشارج اول ما اطلع السيف في نفس الثانية اضرب ضربة على قدام وبكذا انا اقدر اعدي الليزارات من غير ما اموت ولكن الفكرة اللي عندهم الابغريد حق الليزارات يقدرون يعدون ولكن اللي ما عندهم ما هيقدرون يعدون لانو في ناس بالغلط اشترط الابغريد الثاني اللي هم على داعي ولكن على العموم اذا واحد من الشباب معاك في الفاير تيم عند الابغريد حق البيبان هذي اللي ما يمديكم تفتحونها الا بواحدة من الابغريد عادي ترى الوضع حبي يمدي يدخل معاكم وهو اللي يفتح لكم البيبان كلها وانتم كل يعيكم بس انكم تدخلون تسويوا اللي تبغون في هذ البيبان فلا تشيلون هم يمديكم بالراحة مو شرط انو عشان ما شتريتوا الابغريد ولكن من نسبة للناس اللي قاعد تلعب سولو هنا اقدر اقول لكم استنوا لين لسبوع الجاي واشتروا الابغريد لسبوع الجاي وبعدها سوي اللي تبغون ولكن على العموم هنا شباب راح اخليكم مع المقطع راح اخليكم تشوفون المقطع كامل بالاضافة انو بس حبت اعطيكم معلومة نهاية البوابة هذي فيها ترايم يخص ان احنا نجيب السيل فاللي بيسأل عن الترايم هذا وش فائدتها وليش قاعد يسوي هذا كله هذا الشي خص اللي يبغون يجيبون السيل اللي يبغي يجيب السيل مضطر ان يخلص البوابة هذي ولازم يفتح البوابة هذي ولازم يروح ياخذ اخر شي موجود في البوابة وبس معلومة بسيطة شباب اللي راح نلاقيه في اخر البوابة حلوين او اخر المكان هذا اللي احنا فيه راح ينتقل للهلم وراح يقعد معانا في الهلم فما هحرق اكثر من كده راح اخليكم تشوفون نهاية المقطع وش اللي راح نلاقيه وانا شباب راح اخليكم مع المقطع وخليكم تشوفون كل شي الى نهاية المقطع وراح اجيكم على اخر المقطع بإذن الله شكرا 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 طيب شباب وهنا وصلنا الى اخر البوابة والطريق اللي احنا كنا نبانا وصلنا وزين انتم شايفين اخر الطريق فيه كلب حلوين فعليا اخر الطريق فيه كلب روبوت الكلب الروبوت هادا زين منش مش شفتوه قدامكم قبل شوي اختفى راح للهلم ولكن الفكرة الاساسية زي ما قلت لكم هو ترايم موجود في السيل زي ما انتم شايفين انا فتحته من هنا ولكن لو رحت وشيكتو على السيل كنتم راح تلاقون انه اخر واحد تحت عليه صار وكان مختفي او سيكرت فالحين فتح معنا والحمد لله جبنا الترايم هذا ما بقي غير ترايمين في السيل لو انتم قاعدين تمشون معايا اول باول وراح نخلصهم باذن الله مع نهاية القصة زي ما شفتوه حين قبل شوي انا رحت الهلم ابا شيك لقيته موجود هناك وطبعا ايه يمديكم تدللون الكلب وتقولوا عاد تلعبون معاه على خفيف وفيه ترايم ثاني برضو انكم تروحون تلعبون معاه في الهلم ولكن اعلمهم شباب انا وصلنا نهاية المقطع اخر شي حاب ان اقوله شباب لا تنسون انكم تشتركون في القناة دعون انتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين واشوفكم ان شاء الله باذن الله في المقاطع الجاية والمقطع الجاية شباب مقطع مرة مهم لكل الناس اللي تبغى تجمع XP وبرايت دست باذن الله شوفكم ان شاء الله في المقاطع الجاي سلام عليكم